لكن يبقى هناك الكثير المهم بي بعضمة لسانه حلمك ياسع اللام اول امبارح المؤتمر الصحفي لكابتر محمود الخطيب في النادي ناس كتيرا انتقدت المؤتمر ناس كتيرا فهمت او افتكرت او انتظرت سريخ وصوت عالي كما اعتاد البعض في اماكن اخرى لكن وجدوا مؤتمرا فيه قمة الرصانة في قمة الاحترام في قمة الحرص على حقوق النادي رسائل الكابتن الخطيب اهم ما فيها من وجهة نظرنا الكل قتل بحثا لانه كل برامج التكشوه حتى التكشوه العام مش التكشوه الرياضي انشغلت بالمؤتمر وكل ما فيه لكن شفنا ان فيه رسالة لكابتن الخطيب مختصرة موجهة لحد مهم جدا نسمعها لانه الحدث النهاردة مهم ليه رسالة الخميسة جمهور النادي الاهلي نحن نقدر مشاعركم الحزينة على خسارة البطولة ولكن وبعد غياب ممكن سبع سنوات على البطولة الافريقية نادي الاهلي ما بيكون عنده اخفاق في حاجة بيغفر على نفسه بيشتغل بس ما بيرغيش كتير بيشتغل بس واللي هنا بقى اللي طمننا ان احنا حولنا ان احنا نمشي في الطريق الصح ونشتغل بس عشان كده تواجدنا والحمد لله في النهائي الافريقي عن جدارة خمس مرات من اخر ست سنين اعتقد لم تحدث لاي ناية تاني لذا يجب النقص على لعبينا وجهزهم الفني والاداري والطبي كلهم اشتغلوا كلهم تعبوا وكمان حققوا كثير من البطولات الفترات الماضية الاهم ان نستفيد مما حدث كلنا ونستوع بالدرس وهنا جملة مهمة برضو الجمهورنا الحبيب الجمهورنا العظيم لا تنسوا ان هناك من لا يسعده نجحات نديكم لا تنسوا ان هناك من لا يسعده نجحات نديكم وبيعمل على ذلك نديكم محتاج ليكم ومحتاج مسندتكم اللي احنا تعودنا عليها وتعودناها منكم لدينا تحديات كبيرة وكتيرة وانتوا سند في كل المواقف جمهور الآله ده حما جملة معناها واضح انا بس عايز اتوقف على منافسين بتوعك الترجي الزمالك الوداد الوداد كايزر شيفز الوداد محدش وصل غير انت خمس محدش كرارها معاك الوداد واخد بالك فالوداد مرتين مش كده اذا طب انتوا عايزين ايه وكسبنا مرتين واخسرنا ثلاث مرات في الثلاث مرات كلهم فيهم ظروف مش منطقية ولا طبيعية لو الامور كرة يقدر الاهلي يحقق اكتر من كده لكن لو فيها بقى يعني حجم من التوافيق والتبديل والشغل اللي هو الرعاة والكلام اللي بيبقى فيه رسائل مبطنة كده يجي رئيس التحاد الدولي يقولك مفيش الا الاهلي والتاني يقولك كل ما جواز جوازة لا الاهلي قاليني بسلم الاهلي وشغل عمال بيتفسر ما احنا مش بنتلكك ولا بنتدعي نيجي لمؤتمر الصحفي حضرتك لما بديت قلت ايه البعض كان يريد ان المؤتمر ده لازمته ايه ويه الجديد فيه طب انا عايز كوالي بتقوله كده وبعدين كده حقولك ايه لازمته طب لو كابتن الخطيم هي مصر من امبارح قاعدة في ظروف طبيعية نظرتها للكورة المصرية ما تغيرتش على كل الاسعادة اعلام ومسؤولين على كافة مستوياتهم وجماهير ومنافسين ما بقولوا شايفين عندما انكشف الغطاء عن كيف تدار الكورة مصرية مين اللي عمل كده لما كانش الكابتن الخطيب عمل المؤتمر ده كان حيطلع الاستاذ احمد مجاهل الاستاذ جمال علام المهندس ثاني بريدة يطلعوا يقولوا هذا الاستاذ وليد العطار كان حيطلع يقولوا الكلام ده بمناسبة الاستاذ وليد العطار يعني هو هو يعني اشاع انه راح كوريا مش كده اصلا استغربت جدا وقلت وسألتك مش ممكن يكافأ ده الراجل ده الراجل يعني كل الاصابع بتشير اليه ان الشكله حيشير للليله هو انما مش معنى كده انه هو اللي بيحرك الخيوط لولا مؤتمر خطيب ما كنا شوفنا الكلام ده ما كانش الناس دي قالتها بعضمة لسانها عنوان الفقرة كل واحد سمع اطلع الكارثة ان مجلس الادارة بيستف ورقه عشان يحط قرارات في جلسات سابقة لم يناقش الامر فيها وكان هيكشف مين مضى ومين ما مضاش ده الموضوع ده يا جماعة ده ربنا يعني انا انا كنت خايف انه هتقل ايه جديد عارف ايه اللي المؤتمر ده عمله ولازم اعترف ما انا مش يعني كل حاجة لازم اقولها مية مية يعني انا ما انا لازم برضو لما اكتشف لا المؤتمر ده كان لازم بتعامل يعني انا في الاول اللي قلت يعني مالوش لازم في الاول بس لما اتعمل قلت الله انا وانت هنا وفي البقية البرامة كنا بنتكلم عن اخطاء بنتكلم عن اخطاء ولكن الذي وثق هذه الاخطاء ودالها الحياة عشان تبقى قنبلة فاجر في وش الفاسدين مؤتمر الكابتن محمود الخطي